موسيقى وفقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد إلى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد حيث تنص ديباجة المادة السادسة من قانون الميزانية العامة على أنه يتعين على الوزارات والجهات الحكومية التنسيق مع الوزارة لضمان تحقيق المتطلبات التالية وينص البند زين المقترح إضافته على أن تكون الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة وبما يحقق التوازن بين الجنسين حول هذا الموضوع معنا في الاستيديو سعادة السيد صادق عيد الرحمة عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهلا وسهلا بك صباح الخير صباح الورد وأشكركم على الاستضافة يعني لماذا ما هو الهدف من إقامة أو إضافة هذه الفقرة بالتحديد على هذا القانون بداية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى وهي اللجنة المعنية بالأمور المالية وبالميزانية العامة للدولة استلمت هذا المقترح المقدم من سعادة الأخت الاستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى نعم وكون اللجنة هي المعنية بالميزانية العامة فيطرح عليها هذا الموضوع وتناقشه نعم اللجنة المالية ناقشت هذا الموضوع وأوسطت بالموافقة عليه أو بجواز النظر فيه نعم أهمية هذا الاقتراح أنه يهدف إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة والمعدة من قبل مجلس الأعلى للمرأة نعم برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم والمعتمدة من سيدي صاحب الجلالة حفظه الله نعم لذلك مقدمة الاقتراح استاذة الأخت الدلال ارتأت أنه من الواجب باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة ليكون هذا الاقتراح موجود كنص في الميزانية العامة للدولة في قانون الميزانية العامة للدولة والذي بموجبه تلتزم جميع وزارات والمؤسسات الحكومية أن تراعي احتياجات المرأة عند تقديم ميزانيتها يعني أنا راح أستوقف شوية وياك وحب أني أعرف كيف يمكن التوفيق بين الميزانية واحتياجات المرأة شنو المقصد من هذا المصطلح؟ دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني الذي له صفة الإلزامية كفل الحريات وكفل المساواة وتكافئ الفرص بين الجنسين كما أن دستور البلاد فيه نصوص توجيهية تكفل بها الدولة للمرأة التوفيق بين عملها وواجباتها نحو الأسرة من هذا المنطلق يقع علينا واجب كعضاء سلطة تشريعية عند مناقشة الميزانية العامة للدولة أن نتأكد أن جميع المشاريع التي تقدمها الوزارات وتعتمد في الميزانية العامة للدولة تراعي احتياجات المرأة التوفيق بين واجبات المرأة وبين عملها هناك المجلس الأعلى للمرأة وضع استراتيجية عامة والحمد لله مملكة البحرين سباقة في إعطاء المرأة جميع حقوقها ومكتسباتها جميل جدا يعني هذا التعديل لن يكون به نوع من العبأة على الوزارات أن يكون هناك فقرة هذه الفقرة في قانون تنص بالفعل على اهتمام البارق وتحقيق المساواة وأيضا تحقيق ما تحتاجه المرأة في مجال عملها اخت الكريمة ليس هناك أعباء إضافية بموجب وجود هذا المقترح هناك كثير من التعميمات التي صدرت من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى مختلف الوزارات لإدماج احتياجات المرأة في ميزانيتها وفي مشاريعها هذا الاقتراح فقط جاء ليضع هذه الأمور في نص في قانون الميزانية ليكون إلزاما على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية أن تراعي احتياجات المرأة عند وضع ميزانياتها المقدمة إلى ميزانية العامة للدولة ما أهمية هذه الفقرة؟ حدثني أكثر عن ما سيعود بالنفع على المرأة عند تطبيق هذا القانون ما سيعود بالنفع هو مجرد أن سوف يكون إلزاما على الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل ما أخبرتك أن الوزارات كل سنتين تقدم ميزانياتها لتعتمد من قبل مجلسي النواب والشورى فوجود هذه الفقرة في قانون الميزانية العامة سوف يكون إلزاما على هذه الوزارات أن تراعي احتياجات المرأة للنهوض بها كأهميتها في المجتمع أنا أريد أن أختي الكريمة عن أهمية وجود هذه الاختراح أو هذه الفقرة هذا البند كلنا متفقين على أهمية المرأة تأكيد أنا كنت ضمن وفد الشعبة البرلمانية قبل شهر في زيارة إلى بلغريت صربيا ضمن وفد مجلس الشورى وكانت هناك إحدى الندوات المتعلقة بالنهوض بالمرأة وحقوق المرأة وسمعت مداخلة جميلة جدا أريد أن أستشهد بها المرأة ليست هي نصف المجتمع ليست فقط نصف المجتمع المرأة نصف المجتمع ولكنها أيضا تربي النصف الآخر كأم وتساند النصف الآخر كزوجة وترعى وتساعد النصف الآخر كبنت الحمد لله نحن في مملكة البحرين وجود هذه التشريعات وهذه القوانين له يضيف إلى سمعة مملكة البحرين ونحن سباقين مثل ما تعرفين في تحديث تشريعاتنا محليا وللعالم وكيف لمست ردود الأفعال ورجع الصلاح حول إضافة هذه الفقرة أو البند في القانون طبعا القانون لم يطرح بعد في المجلس إن شاء الله سيقدم في الجلسة القادمة يوم الأحد ولكن نحن في اللجنة المالية والاقتصادية عندما عرض علينا هذا القانون ودرسنا خلال ثلاث جلسات كان هناك توافق بين كل الأعضاء بدون استثناء للموافقة عليه وتقديمه كمقترح مثل ما قلت لك أختي الكريمة نحن الحمد لله يعني في مملكة البحرين تشريعاتنا بخصوص النهوض بالمرأة موجودة ويمكن سابقين غيرنا صحيح حتى أن البحرين يعني أصبحت بيت خبرة بالنسبة للمرأة وقوانين المرأة والحمد لله يعني المجلس العلا للمرأة بقيادة صاحبة السمو الأملكي الأميرة السبيكة يعني وضعوا خطوط عريضة للنهوض بالمرأة وهذا القانون يكون ضمن أحد هذه الأمور الاستراتيجية التي سوف تكون في نص قانوني في قانون الميزانية كل التوفيق بإذن الله للجنة عند طرحها هذا القانون وإضافة هذا البند الجميل جدا والذي يهتم بالتأكيد بشؤون المرأة واحتياجاتها وأيضا يهتم بميزانية الوزارات وغيرها شكرا جزيلا شكرا لحضورك معي بهذا بالتأكيد عزائنا المشاهدين نصل إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل إلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى وإلى اللقاء